ده جانب من كلمة السفيرة أسامة عبد الخالق نتنياهو مبارح قالها على بلاطة كده قالك أنا هرجع أحتل محور صلاح الدين محور صلاح الدين ده ده الفاصل ما بيننا وبين غزة ده مساحة طولها 14 كيلو مترا قالك هرجع هقعد في الحتة دي يعني هو هيقعد ما بيننا وبين قطاع غزة المنطقة دي هيرجع يحتلها مرة أخرى الناس لو ترجع شوية الورى 30 سنة مش كتير يعني كان فيه اتفاق أسلو اتفاق ده وقعه الرئيس عرفات ورابين وكلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون 93 ده اللي حصل فيه اعتراف متبادل أن السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي أو من نظام التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني اسرائيل تعترف بدا والدنيا كلها تعترف بدا وفلسطين تعترف بدولة اسرائيل على كام؟ 78% من أراضيها ما عدا الضفة وغزة ضفة الغربية وغزة ده اتفاق أسلو ويكون فيه بقى شرطة مدنية ويتتولى يعني ايه؟ لها تفاصيل كتيرة وابنود كثيرة جداً اللي بيعملوا النهاردة نتانياهو اللي عاملينه على مدارة سنين اللي فاتت هذا الاتفاق مش موجود حكومات اسرائيل متعاقبة بتنغي هذا الاتفاق واللي بيعملوا نتانياهو النهاردة الغاء لهذه الاتفاقية اللي هي ما بين السلطة الفلسطينية باعتبار السلطة اللي هي جاءت بناءة على اتفاق أسلو وجرت انتخابات بعد كده بناءة على اتفاق أسلو نتانياهو النهاردة لا يعترف بكل ذلك هو اللي انه بيقول لك السلطة مش هترجع غزة على الاطلاق وبيقول لك انه مش هبقوا موجودين اللي هم هو الحماس قال انا اللي هبقى موجود انا اللي هحكم غزة انا اللي هبقى موجود في غزة بتكلم بشكل واضح فطبعا ده بيدي حضرتك ما هو قادم انه الناس زي لا تسق أبداً فيه ولا تسق أبداً في تعهداتهم ولازم تبقى واخد بالك طول الوقت انا بقول لك فيه اتفاقية بقالها تلاتين سنة الف تسعمية تلاتة وتسعين نظمة التحرير هي اسرائيل رابين كان في ذلك الوقت ما كان نتنياهو كده الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وعلى جانب الآخر فلسطين بتعترف بدورة اسرائيل على مساحة 78% يعني كل أراضي فلسطين معدى الضفة وغزة ده هو كمان عايز ياخد غزة وعايز ياخد الضفة بعد شوية يعني عايز يبتلع فلسطين بالكامل مش عاجبه 78% طب زادوا قديه بعد كده عبانوا من السوطنات قديه من على مدارة تلاتين سنة اللي فاتوا ما بقاش حاجة أصلا الضفة ما بقاش فيها وغزة هو رجع يحتلها تاني خدها بالكامل غزة النهاردة ايه المطلوب عايزين الشعب الفلسطيني يعمل ايه وعايزين الشعب العربية تعمل ايه والإسلامية تعمل ايه والعالم كله يعمل ايه دولة كل ده كان مفترض انك تروح لدولة ومحدد النجرات وبعد ثلاث سنة هيعملوا ايه وانسحبات بقى ديه كل التفاصيل دي موجودة نتنياه النهاردة ولا مؤترب بقى اي شيء يعني فيه اتفاق نتنياه النهاردة ليس له علاقة بزيل اتفاقيات نتنياه عنده مخطط مخطط استيطاني مخطط توسعي راجع النهاردة يقول لك محور محور صلاح الدين هيسطر عليه اللي بين مصر وبين قطاع غزة وهذا امر ما فيش حد ابدا ننسبح هذا الكلام هذا الكلام فيه منتقى الخطورة على الامنين القوم وعلى الامن المنطقة السفير اسامة وض في كلمته قدام الامم والتحدة قال لك ممكن لي حصل ده قد تول حرب اقليمية لازم العالم يستيقظ ويعرفوا انه الموضوع مش بسيط اي وكده يبقاش ان انت انه نتنياهو بيعمل اللي هو عايزه بدون حساب بدون رادعة الامر ده هيؤدي الى مشكلة كبيرة جدا للكل تؤثر على الجميع محدش هيمر بسلام منها ادوكوا شايفين بيحصل ايه في مناطق قسيرة والامور بتتوسع وبتزيد فهل نتنياهو عايز السلام لا عايز دولة الفلسطينية لا مش هيد دولة فلسطينية طب مين يا حكم الشعب الفلسطيني قل لك السلطة مش ترجع قل لك السلطة بيعمل السلطة النهاردة على هي المسؤولة قل لك هم اللي بيمولوا هم اللي بيدفع الفلوس بيدفع مرتبات الموظفين السلطة معنية بيدفع للمرتبات الموظفين قل لك لان تعود السلطة الى لحكم اخضاع غزة طب مين اللي يحكم غزة ترجع انت تحكم غزة تاني على مرأة ومسمع من العالم وانا بكلمكم ضرب شغال على مدار الساعة طول الوقت ضرب شهداء سقوط شهداء طول الوقت ولسه الامريكان يتحركوا ولسه الانجليز يتحركوا ولسه تطلع قرارات ولا حد بنفس ولا جمعيات عامة ولا ده من اول ايه قرارات خد بقى قرارات ارجع بقى اتنين اربعة اتنين وثلاتة ثلاتة تمانية ارجع بقى ارجع تاريخ بقى تاريخ فين اقو في قرارات العلم العلم خلاص وضع صعب ولكن زي نقول لكم احنا طبعا يعني المصابين بيدخلوا بنعليقهم شاحنات النهاردة بتدخل بأعداد كبيرة من خلال معبر رفح استقبال المصابين ناس بتخرج ايضا من خلال معبر رفح المصري زي ما النهاردة يمكن طلع بها من الهيئة العلم السلامات كمان ضيق رشوان بيتكلم على الاجراءات المصر بتعملها وعملات التسهيلات اللي بتتم كمان وبالتالي احنا امين بالجهد كبير جدا ودور كبير جدا ودور عظيم بصراحة ده المصري عامله مستمر هذا الدور شغالين على هذا الدور ما تأخرناش ومش منتأخر بصراحة تاني بقول مش هنتأخر شغالين ولكن تاني هم عليهم كمان يعرفوا ايه الابعاد الابعاد يعني توسع هذا الامر اذا لم تتوقف هذه الحرب في مشكلة كبيرة جدا تواجه المنطقة بالكامل ولانها بتؤثر بصراحة بتؤثر على الدول كلها بس احنا اول دولة في تأثير علينا وده اللي بيخلينا النهاردة نبقى شايفين الصورة كلها رايحة فين والابعاد كمان اللي هو نتانيه لما بيتكلم في الكنيسة امبارح وبيتكلم على خطته ما بعد الوقف الحرب ما بعد وقف الحرب خطته واضحة ومتشافة زي ما هو قالها كده محدش هيرجع ومحدش هيجي الا انا اللي هبقى موجود وانا اللي هحكم وارجع سيطر على محور صلاح الدين ما بين خطاع غزة ومصر وبالتالي طبعا ده ربما يكون ليه تدعيات ايضا سلبية اكيد هيكون لها تدعيات سلبية